اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومعنا بنا لم يكن هناك شيئا ما لديهم على هذه الخبار قالوا عيد دراري اللي ساكن مع أخوه اللي رحمه خدامين معهم اللي لنصى الخبار في فيسبوك تصلنا بهم قالوا الأخ ديك راح توفى قلنا لهم شنو السبب للوافاة قالوا السبب للوافاة راح انتحار مهمنا تقبلنا قدر الله سبحانه وتعالى الممن مصاب ما عندنا ما نديره الأخ ديالي يعني المقيمين تماء لكن بطريقة غير شرعية لا كان في الأول طريقة غير شرعية ولكن مع المدة وهذه من اللي خدمت ما وهذه تفتح القانون في 2019 دفع القانون تهوه وصيب باسبور ودفع الوراق كانوا يخرجوا الوراق في شهر 12 أو في شهر واحد كانوا يخرجوا له كانوا يخرجوا مع الأخ ديالي دابل غريب في الأمر هذي الناس يقولوا أن أخوه اللي رحمه مقتل عقليا هذي نحيدوها نخليه جانب آخر أرى أن أخوه اللي رحمه أرى أن أدوى معي حتى الـ 11 ونص ديال المغرب 11 ونص ديالنا ديال المغرب تقريبا المدة ديال الساعة هو يدوى معي قال لي أنا أخوه رابا خير هذي قال لي الحمد لله ما خصنيتها شي خير قال لي باخر خدام وادك قال لي أنا عارف لوادة توحشتني وعارفكم تدتم توحشوني رمسه لش 6 سنين 6 سنونس هو حرق قال لي أنا عارف 6 سنونس رمسه لش قال لي عارف لكين قال لي ولكن يخرجون الوريقات في شهر 12 أو في شهر واحد من أجل الوريقات راني قنجي قال لي في حالة ما كان لحب سواء حدود في شهر واحد كان بقى شهر 12 ونحن نرى في شهر 12 إن شاء الله بحول الله هذي الناس ما علمونا ما خبروش ما خبروش ما خبروش بالوافاة ديالله جيت نادرة شكاية ديالي حطيتها هنا في المقر الوزارة الخارجية هنا هذي الناس قال لي ما يمكنش المسؤول بعده ما قال لي ما يمكنش شي واحد يموت تمام أفراد الجليل المغربية ما يمكنش ما علمونا ما نحن بيه وقلت له أخويا ما نعرف كنت هنا ما عن عرشفات الخدمة ديالك قال لي اخليك الشيكاية قال لي سأتطني 48 ساعة و سأتتصل بكم قال لي سأتخبركم ما كان في القاضية في 48 ساعة قال الله اخذت الرقم للهاتف المكتب اخذت الرقم للهاتف وقال في 48 ساعة ما صنعش لي ما قال ما تتصلش بيه ما نهائيا ما ندر قال لي أنا تنصوني لا يريد أن يجاوبني لا يجاوبني لمدة 15 يوم لتفعل ذلك الشيكاية وعندي الشيكاية عندي الشيكاية وعندي جميع الوثائق الأدلة ما زالي لدي تفعل ذلك الشيكاية لمدة 15 يوم عدتصل بنات السيد قال الوالدة و ما هي الوالدة من سمعت الخبار ما تحملت المسكينة ما تقبلها طاحت سخفات حسنا وعندنا على أطبيب وقال لي أخي ما تخبره لتخبره لكي يرحمه وقال لي ما أخي بالصحراء حتى وقال لي وخبرونا بالدفن وقال لي ما أخبروكم بالدفن وقال لي ما أفهمت هذا المسؤول المسؤول الذي في وزارة الخارجية في إقامة السعادة يمكنني أن يكون قادر بشؤون المهاجرين وقادر أن نواجهه كانت تحمل المسؤولة للشيسة قادر أن نواجهه وقال لي قدام الوارد الحضرة وقام الناس قال لي أنا برأسي لم أفهمك قال لي لا أعرف كيف يدعونه قلت له قلت له أنت هنا سيدنا الله ينصره لكي تكلف هذه بشؤون المهاجرين قال لي سيد سليمان سيدي سليمان سيدي طلب سيدي طلب النقل جثمان من إيطاليا المغرب قال لي أصلا أخذها ستدفن بأمر قضائي بطلة الأمر قضائي توصلت به قال لي توصلت به وقال لي قال لي لا قال لي ما تدفعنا هذا الطلب للنقل جثمان من إيطاليا المغرب من المسؤولين قبله هذا الطلب دخلنا نداء مع جريدة الواجهة ومع عدد جرائي نداء الناس المسؤولين من اللي شافوا هذا النداء تصلوا بها قال لي أخوية القنصلية نابولي قال لي أخوك أنا مدينة كنسة قلتين في نابولي قال لي القنصلية هي التي تكلف أي قنصلية هي التي تكلف بالمهاجرين قال لي سيدنا قال لي وقفوا معنا وعاونونا دخلوا الناس وقفوا 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 قال لي أنا أغلط من إخلص القرار بالذربة من فاعلين جمعويين فاعلين حقوقيين ودخلوا قال لي لا لا لديك حق تعطي الأمر الدفنية السيدة بقى السيدة ما زال عنده عائلته ما زال عنده قلوا قالوا السيدة ليس مجهول لأنك أخذت القرار من ديتك قال لي أنا سأساعدكم ونقف معكم سأعطيكم طريزة ونقفوا ونقفوا على الشركة النقل المغرب ونقفوا المغرب ودخلهم محسينين ودخلوا في القادية قال لي أخوكم قال لي أعطينا الحق قال لي من القبر ونقفوا جقل كثير وزارة ونقفوا والسيدة ونقفوا وتعاون قد يساعد القادرة فإن قال لي القادة قال لي قلل نيابة العام لا مشكلة لا يجب قل عائل يجب انهم المرأة ويجب انهم مرأة بمثلات الترخيص كما بترخيص يجب ان الوزارة الخارجية لانها بتصادقنا على الترخيص ويجب ان الوزارة الخارجية يجب انت أخذ رخصة بمثلات الترخيص أصلاً أخذيكم تدفن برخصة راوني خصوات الأوامر لكي يجبدوها الجوطية للخوكم الله يرحمه ما قلت له هنا؟ قلت له في حال ما قلت له هذا القادي والناس المسؤولين سمعته على الترخيص هل تتعاون؟ هذا المسؤول هذا بفمه قال لي المكلب الشؤون المهاجرين قال لي أنا قال لي سنعاونكم سنعاونكم نعطيه التوريزاسيو سنصفت له على الترخيص لكي يدوزوه في الديوانة لأنه لم يكن الترخيص هذا لأنه لم يكن الترخيص ما سنعاون هذا اليوم حاضي؟ اليوم حاضي وخرجت الزرق أن الناس أصبحوا بي هم بميخار المحسنين قلت له السيدة حامة بحصول المغرب لدي المسؤولين سيضطون الترخيص بكي يسبب لماذا felt? لماذا أنت تفهم فقامت له مجرد لماذا ترخيص النقل عن حفل قال Thats'2020 قال لي يا أصر الله قلت بأن الناس في 2020 لا ينتظر حجر الصحي في أسفاً كورونا في الحجر الصحي الأول في مارس قلت بأنه جاء العائلة لهم قال بأنه كان هناك ناس الذين يدفنوا سماواتي وقالت لك المشكلة التي تخلقك أن القاضي تجعل القرار للدفنه وقالت لكم هذه المشكلة والقاضي قال لهم أن أتعاون معكم وقالت لهم القرار وقالت لكم أن تجلبوا له الطرزات من المغرب هذا السيد هذا ما قال لي قال لي وقالت أعطى أمر بفنة الخوف لتواصلنا بالنيابة العامة الماضية وقالت أن اتصالت هنا أخي سيد الله جزيكم باخر قلت له هذه النهارية قلت له هذه النهار قلت له سأعطوني الترخيص حتى ينقلوا الجثمن للأخ قلت له أن هذا النهارية قلت له قلت له هذا النهارية قلت له سأقول لك فقد قال لك اتخذ القادي قال لك ا shock السيطرة قالت له انه مجحبا قلت له سأراه المشكل قاله سأقضل سأخذ القادي القادي العطاء على الأمر فالجه في جزئهم من الأقبر قال لك ان اضع القادي نحن نعاونكم من هنا نحن نعاونكم بهذه الرقصة لتوقف دول فقد قلت لك انتم كعائلة الفاقية كيف تكون توجهون تلوطينا؟ في الوقت الرسالة هذه ليست نوجه صاحب جلال الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم يصيره و يطورنا في عمره كنا نوجه له هذه الرسالة و يوقف معنا و يدخل على الخط و يوجد هذه الناس تطاق فيهم و يوجد هذه الناس فقد نتقيق علينا فيهم كل مرة يقولون لعبة جديدة كل خطرة و يقولون ان يتخاف يتصلون بمسؤولين من سماع يقولون أن هذه الحكومة يتخافونها حرمونا مثل هذه اللحظة و أنا لم أطيق أن يكون هذه النقطة لم أطيق أن أخو يمتو في الله رحمة و لم أطيق أن يقعف نهائيا لم يدخل لي مخاجرين منها لم أطيق هذه اللعبة كيف تفعل هذه الحالة؟ في حالة لا يرتلع كان الزهر أبعط المرات الطبيب منهر لي سمعت الإبن ديالها الأخ دياله رحمة و تدفن تماما بلا الرأي دياله لا تشاور معه و تتعاني من الأزمة و تكون صحية كثيرة مرضا و يأتخذها و يتمرد و يترجمها و يؤدي40 مرات تتعاني منها و ي绅عها كيف تتعاني من الهيد؟ كيف تتعاني من الرسالة الأخيرة؟ كيف تتعاني من صاحب يقف معه و نهيد القضية و يتعاني من الأوامر و المسؤولين بجسرى عن النقل في النقل الجثمان الأخ الذي يرحمه من إيطاليا للمغرب والسيد الرئيس الحكومة والسيد الرئيس الحكومة والأوامر أنا كنت أحمل مسؤولية الهدراء السيد الرئيس في حال موقع يرى الأخ الذي يرحمه هذا ممنوع على كل شيء على الناس المتفوني أنا كنت أطلب من الصاحب يقف معنا والسيد المكلف الجالية المقيمة المقيمة ويدخل على الخط ويعطي المسؤولين تهو ما يعطيهم الإذن لكي يجيبونا هذا الجثمان نحن كان في الأول في سحبنا ديفوك كانت مفطاليا عندما ديفوك تبقى عندنا العراقل قد نعف وزارة الخارج هنا في الربار قد نعف وزارة الخارج هنا في الربار الناس مالك الترخير مواقفين كل شيء واقف المحسنين لداخل إيطاليا لخارج إيطاليا ساعة الجمعية كل شيء واقف